رئيسة وزراء بريطانيا تتصدر عنوين الصحف المحلية كالعادة إلا أن سبب هذه المرة ليس بريكسيت مصادر مطالعة أبلغت وسائل إعلامية أنه تم أحباط مؤامرة لاختيال رئيسة وزراء بريطانيا تاريزا مي الشرطة تعتقد أن الخطة كانت إلقاء عبوة ناسفة بدائية هنا لنسف البوابات هذه حيث مقار تاريزا مي في تان داونينج ستريت وبعد إحداث الفوضى يقوم الإرهابيون بشن هجوم وقتل رئيسة الوزراء مخطط اغتيال مي كشفه أندرو باركر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الذي كان حذر سابقا أن بريطانيا تعيش أكبر تهديد أمني شهده في حياته بريطانيا ليست وحدها التي تمر بظروف أمنية معقدة فرنسا طبعا أنا أعرف أنها مرت بضرب من هذا النوع وألمانيا أيضا كل الدول الغربية حيث جاليات أجنبية كبيرة معرضة لمثل هذه الأقطار لسيما في مثل هذه الظروف الشرطة وأثناء مداهمات في لندن وبرمينغهام اعتقلت نايمور زكريا رحمن البالغ من العمر عشرين عاما ومحمد عاقب عمران وعمره واحد وعشرون عاما للاشتباه في تخطيطهما لقتل ترزمي في الدول الديمقراطية هناك حذر من التحول إلى دول أمنية أو دول بوليسية هناك سيادة سيادة القانون وتحترم حقوق المواطن حتى يثبت جرمه أو تثبت التهمة عليه ولكن طبعا الحل الوحيد لهذا الأمر هو الاستخبارات الجانب الاستخباري الاستقصائي وبالتالي هناك أعتقد أعداد كبيرة من الأسماء المشبوهين التي تتوافر الآن وكلها تحت الرصد والتقصي الجهاز الأمني MI5 تحدث عن إحباط تسع محاولات إرهابية في العام الماضي وحذر من استمرار الخطر من لندن ريمة مكتب العربية